موسيقى مجز أخبار العاشرة من الأوتيفي أهلا بكم أوضح وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في حديث صحافي أن رئيس الحكومة حسان الدياب يتابع شخصيا كل الملفات التي تهم المواطنين خصوصا على المستويين النقدي والمالي وهو يحرص على أن تدار بطريقة جيدة من الوزارات المختصة ولفت وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل العمل الوزاري لمواكبة تحديات هذه المرحلة المفصلية لافتا إلى أن هناك عوائق تؤدي أحيانا إلى تأخير في ظهور النتائج المتوخات ومن بينها الهجمة التي يتعرض لها رئيس الدياب من جهات عدة في الداخل والخارج مؤكدا العزم على التصدي لكل الصعوبات مهما اشتدت الحملات وجزم فهمه في أن لا تغيير أو تعديل حكومي وعلى الجميع يتقبلوا حقيقة بقاء هذه الحكومة حتى إشعار آخر بمعزل عن عواطفهم السياسية كما قال رأى عضو كتلة التنمية والتحليل أن أبقى سمهاشم في حديث صحفي أنه يفترض بالحكومة أن تضع باعتبارها أن المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي قد لا تفضل نتيجة لأي سبب من الأسباب وأن تضع خارطة طريق وقال لا نرى اليوم أن الظروف نضجت لبحث جدي في تغيير الحكومة خصوصا أن أي تغيير يجب أن يكون منطلقا من حكومة جامعة وجه رئيس حزب تقدمي الاشتراكي وليد جونبلات في تغريدة عبر تويتر التحية للجزائر التي استعادت رفاة مناضلين كبار كانوا من أوائل المقاومين في مواجهة الاستعمال الفرنسي وذلك في يوم استقلالها لافتا إلى أن التحية الكبرى للأمير عبد القادر الجزائري الذي تحدى الاحتلال على 120 عاما وكان من أبرز الشخصيات الإسلامية القيادية والفكرية من المغرب العربي إلى مشرقه مع هذا الخبر نختم موجز العشرة نعود إلى الزميلة سحر لمتابعة برنامج يوم جديد